بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزا المشتركين ومشاهدين تحييي طيب بعد أخوكم جمال واضفار يحييكم في مقطع جديد مقطع تعلم مع الجمال طبعا الأخ محمد موسى تغريبا سؤال أوضاف إضافة يعني رد تعليق على المقطع اللي شرحت فيه عن سيارة أخي الحبيب أبو محمد يوم نصحت أن يضيف لها مروحة لمساعدة الشبك أو المبرد للمكيف فشو قال هو قال أنا لا أفضل إضافة مروحة أخرى لأنها تسبب حمل غير محسوب على الدينمو مما يؤثر سلبا على شحن البطارية طبعا كلام الأخ محمد مع احترام شديد لا غلط وراح أقول لكم ليش غلط معظم السيارات الله أحفظكم تيجي بنوعين اثنين نوع من البطاريات نوع صغير ورح تلاحظ الشيء هذا رح تشوف قاعدة البطارية رح تشوف أنه عندك فراقني عندك فراقني لأن هذا الفراق يسمح لك في القاعدة نفسها الموجودة من الوكالة يسمح لك بتركيب نوعين البطاريات أما أنك تركب بطارية صغيرة وفي بطارية كبيرة نعطيكم مثال مثلا الكورولا الكورولا مثلا ممكن تاخذ بطارية 60 أمبير وممكن تاخذ بطارية 80 أمبير شو الفرق بينهم هذا؟ الفرق بينهم 20 أمبير أوكي العشرين أمبير هذي رح تخدمك في الأكسسوريز الإضافات الكورولا جاية عادية مثلا مسجل عادي مكيف عادي مثلا جامات عادية مثلا أشياء ما فيها DVR ما فيها DVD ما فيها مثلا أشياء إضافية ممكن تاخذ لها حتى الكراسية الكراسية عادية ممكن تحتاج فقط أنك تركب لها البطارية 60 أمبير وراح تخدمك في السيارة هذه الكورولا اللي مثلا جاية أو أي سيارة أخرى أنا ما أتكلم ما نعطيكم مثال على الكورولا السيارة الأخرى اللي جاية مثلا كراسي متحركة شبابك أوتوماتيك مرايات أوتوماتيك عندك مكيف تتش عندك مثلا DVD سكرين شاشة عندك أشياء أخرى إضافية كشافات مثلا فهذه في نفس المساحة الخانة هذه اللي موجودة في المحرك تحصل قاعدة البطارية أكبر وبالتالي تقدر تركب لها بطارية أمبير ومنها أنت لشخص لو رحت عند مثلا الباع وطبعا معظم الباعين الحين يطلبون منك رغم الشاسي ليش رغم الشاسي لأنه يطلع فيها رغم أو حجم البطارية المناسبة تقدر تقول له عطني بطارية أكبر يعني أنت لو ضفت لك مروحة ضفت لك DVD من هل الأشياء هذه ضفت لك عرفت ولا لا تقدر تقول له لا أنا ما أبغى مثلا البطارية صغيرة أو بطارية كبيرة 80 أمبير أو أكثر إذا كانت فيه موجودة وبالتالي رح تخدمك هذه العشرين أمبير الإضافية في الحمل أو في تقطية الحمل على هذه الأكسسوارات الأخ شو قال قال رح تكون حمل على الدينما الدينما هذه ما تضرها ما تأثر الدينما هذه لأن الدينما فقط رح تشحن البطارية ما رح تستمر في العمل كل اللي رح تسويه رح تشحن البطارية ممكن رح تضيف لك ممكن عشر دقائق ربع ساعة عشرين دقيقة من أضافة شحن ولكن ما رح تأثر لأن أصلا هي معمالة على أساس أنك تشحن لغاية ثانعشر فولت ومنها ممكن رح تطول لكنها رح تعطيك الثمانين أمبير هذه وأيضا نعطيكم مثال آخر الستيشن في عندك بطارية تسعين وفي عندك بطارية مئة وعشر أمبير فتقدر أنت يعني عندك مجال أنك تغير في البطاريات بعض الناس مثلا الفور باي فور هذول أصحاب الصحراء وأصحاب التخيم وسيارات مثلا الجي أم سي يكون عندك خانتين للبطارية نزيل على دينما واحد دينما شارج واحد فبطريقة عندك هرباي ممتاز ممكن توصل لك البطاريتين مع بعض بحيث أنهم والله هذه تشحن وهذه تشتغل هذه تشتغل وهذه تشحن منها تقدر إضافة أنك تضيف بطارية أو أنك تكبر حجم البطارية أما أنك والله لا لازم أن تظل على نفس الموضوع في البطارية هذه اللي جاية من الوكالة ستين ستين أو تسعين تسعين هذا شيء غلط أنا ياما كبرت حجم البطارية فرق في السعر ممكن هذه سعرها ممكن ممكن هذه سعرها ميتين وثمانين درهم ممكن أوكي وهذه تكون في حدود ثلاثمين وثلاثين درهم يعني هذه بحدود ميت دولار وهذه بحدود ممكن حدود ثمانين دولار أو تسعين دولار فما تفرق معاك أنت رح تستفيد أما بالنسبة للعمر ما أعتقد أن العمر رح يطول ممكن العمر ما أدري صراحة هل العمر رح مثلا هذا يكون عليها ضمان ستة شهور أو سنة معظم البطاريات حالين حدود سنة أو سنة ونص ما أعتقد أنها رح تطول أكثر من سنة أو سنة ونص لأن البطاريات هذه الحين الحديثة كلها غير قابلة للصيانة يعني ما تقدر تسوي لها صيانة إلا عند ناس متخصصين ورح يكون صعب أرجو من الله العلي العظيم أنا أكون قد وفقت في إصال هذه المعلومة ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى متعلم مع جمال شكرا جزيلا